إذن نستمر في الجزء الثاني من هذا الدرس لدينا الكثير من البلد على الاستيغمات ونحن نقوم بإلميه تيب ديت تيب بولينيك ويوجد غامل مال يعني ماذا؟ يعني أن حبة اللقاح تضع على الاستيغمات كيف تضع على الاستيغمات؟ تضع على تخوصص تيب يحفر الداخل هذا الاستيغمات إلى الأساسي تعليم؟ هذا البيان تضع على البيانيك التضع على تخوص البيانيك ما تضع على البيانيك؟ يكون الغامل أو الجمال 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 سيطح البيانيك ورائم الأنّو التضع على الاستيغمات تصحص البيانيك ذات للدرس والأساسي يبدأ إطوال و يدخل إلى داخل هذا البيستيل كيف يصل إلى داخل هذا البيستيل يوجد داخل هذا البيستيل يسمى سك أمبريونيغ الكيس الجنيني أريد أن أشرح هذا جيد قلنا أنه أحبت اللقاح كيف يوجد؟ يوجد الخلايا يوجد سلل غبخو ديكتريس و يوجد سلل جره هذا جزيف يوجد خلايا سلل جره سلل جره لماذا تنفق لها؟ أما Truly أعطي تنفق هم تسبق هم تنفق السلل جره هذه السلل جره يعني بحيث تقديد طريق هذا سيللغو بخودكتري عندما تقديد طريق هذا السيللغو بخودكتري تدوز منها سيللغو بخودكتري وهي قامت مال وهي المشيج الدكاري لكي تصل إلى الوفيل الذي في الداخل دياله كينساكم غيونير يعني هناك يقع الإخصاب الإخصاب ماشي هو أن تحطط هذا الغراندو بولين على هذا الاستيغمات لا فإن تحطط هذا الغراندو بولين على هذا الاستيغمات يسميه بولينيزاتيون يعني هذا هو الأبر ولكن إمتى يقع الفيكونداتيون يقع أبقى الفورماتيون في هذا الوتيب بولينيك وفاش كتوصل هذا السيللغو بخودكتري أو سيللغو بخودكتري كتوصل لعند الوفيل التي فيها سيللغو بخودكتري أو بيان غاميت فاميل أتمنى أن تكونوا فهمتوا هذا البارتي لذلك الفيكونداتيون وفورماتيون يعني الإخصاب وتشكل التمراء كما تعرفوا أنه فاش كتوصل تحط ديكال غاندو بولين على البيستيل كتوصل ديكال القادوس اللي هو تيب بولينيك الداخل ديكال تيب بولينيك يدوز ديكال غاميتمال بشيصل اللوفيل يعني كتوصل ديكال القادوس كتوصل منه العريس اللي هو المشيش الدكاري بشيصل عند اللوفيل فاش كيوصل عند اللوفيل هذا اللوفيل تتحول كيوقع عليها التخونسفورماتيون لماذا تتحول تتحول الفويل اللي فيها الداخل ديكال 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 هدوك الوراق ديال اللي بيطال كيطيحوا دوكال الأوراق اللي كانوا يزينوا كيزينوا الوردة كيطيحوا تفهمنا وهد مع المودة هد لزيطامين وهد البختي يكطيح وشكون كيكبر 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 هد المابيد هده 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 الغشاء دياله ضارت لنا واحد تباق اخرى التباق الليمونية ضارت لنا من هده اللوفيغ ولا يقول اللوفيغ اللوفيغ فهمنا وهي البدر دياله فكنداتي عبدي الفورماتي دياله اللوفيغ اللوفيغ برداني النوب بأردام اللوفيغ سوف تترنت بأردام يعني اللوفيغ يؤدي إلى تكون البيضاء والخلية المخصبة والتي تتطور بدورها لكي أعطينا الجنين بغلا سويت الفلوغ ستخنصفه مفخوي والذي يتطور بدوري ليعطينا فاكهة إذن هنا عندي فاكهة طماطم على ذكر الطماطم هي فاكهة ماشي خضراء الفرق بين الفاكهة والخضراء أي حاجة فيها الحبوب الدخل يعني فيها لغان الدخل نسميها فخوي هذا الفلوغ هذا هو الأسطل الذي يكون في الورد مثلا يكون هذا الرجل والفلوغ والفلوغ والأسطل هذه الأسطل وهذا الأسطل والأسطل والزيتامين والأسطل 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 ماهي يرى هذا البطال يتحرك؟ هذا يضح هذا الفلوغ يبدأ يكبر كبير لكي أعطينا لا تقلق لكي أعطينا هناك الساق هناك الساق و هناك تبقى الأطرس من الأسطل من الأسطل من الأسطل أعطينا أعطينا كل بويدة مخصبة تتحول إلى بدرة والأسطل والمبيض يتحول إلى فاكهة. ما قلنا هذا؟. لذلك الغران يكون لدينا امبريون الوابلون الذي يشتل. يوجد ريزير نوريسيير يعني الغران تحول الشتل. كذلك ريزير نوريسيير احتياطات غدائية او المدخرات غدائية. دي ننفلوبة تخيص الوحيد الغشاء كذلك يحمي البدرة. كذلك دوك الفلقات دية البدرة تسمى التقيمون. فاهمنا؟. كون الكوندسيون دو جيرميناسيون سون غيوني. الغران دون نوفي البلانت. يعني فاش كتكون الشروط دي الانبات المستوفات ولا متحققة. ديك الحبان ولا ديك لاغران ولا ديك البدرة تحول النبدة جديدة. تفاهمنا؟. دونك الغران كتكون من امبريون غزير نوريسيير اه انفلوبة تخيص تقيمون. فاش كتلقى الظروف المواتية كتتحول او كتطيني الشتلة او لنبتاجديدة. اذا لاجرميناسيون دي جيرميناسيون دي كران. سيكل دو في دي بلانتفلون يعني اه انبات البدرة ودورة حياة نباتة الزهرية إذن لماذا تريد أن تحفظ أن البدرة تنمى أو تنبت تفهمنا؟ تؤدي إلى تحفظ نمو البدرة إذا كانت الأمبريون الصنوري في المنزل من المنزل من المنزل ومع تقلل من أفضل الحمد يعني كيف هذا؟ يعني أن هذا الجنين أو الأمبريون هو هذا الجنين الصغير يكون من أحد جنين صغير أو جوج ورقة صغيرة إذا كانت تشريه كوكوه سألقى أحد العبال كبير بالمكبر سأبدأ بأنها مختار ورقة نبتها صغيرة كثيرا كيف تستطيع تغداء على فلقات فلقات كثيرا الماكلة التي تغداء لهم لتبقى عيشة يجب أن يكون الظروف مواتية تبدأ تغداء على الغزاق لتكبر الجدير يعني تكبر الجدير يبدأ كبار 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 تستطيع تغداء من الأرض تخرج الورقات وتخرج الورقات والجودور لا تبقى تحتاج الغزاق تلوح الفلقات ويجب أن نبتها جديدة لأنه يجب أن يكون الغزاق يجب أن يكون الغزاق يجب أن يكون الغزاق في الجدير فإيجب أن يكون الغزاق يجب أن نبتها جديدة القطاع يجب أن يكون الأمر يجب أن تكون begeزاق يجب أن تغدام هذه الأشياء في نهاية حيث تستعمل الغزاء لتخرج الجدور والوراق يعني تكبر الجدور الصغير والورقات ويستعمل تركيب الضوئي والفوتوسنتيز صافرة تكبر النباتة إذن دورة حياة النباتة الزاري يوجد الفلوغ لأورغان مال، بارتي مال، بارتي مال، بارتي فميل يعابل الوفيل يخض Ashpene هذه الفميل الثم�� when itheromye Agent permite الإعطان الوظيف لأورغان مال لأورغان مال هذه الثميل يسد أقديم الم야지جمات وبعضatu هستعمل كبير من هذا الفميل الثميل بالروق الماضي يجب أن تصل في الأورغان مال لذا يسد الأورغان رفع لسعدة فى الأمريان لذلك يجب أن تحويل الفخوي ودخل الفخوي يجب أن تكون الأغران لذلك الأغران يجب أن تكون الظروف المواتية تبدأ تكبار وتخرج الجودائر والفلو في الأخير تحويل إلى نبتة جديدة هذه النبتة الجديدة تخرج الزهرة والزهرة تدير نفس الخدمة و تبقى هذه المسألة ضائرة هدية دورة الحياة ذلك المثال الخور في الشجرة الشجرة يجب أن تكون لدي شجرة والعب يطعي لفلوغ والاورقان والبرودكتور هذا الفلوغ يطعون الأوفيال والفلوغ أخرى يطعون الأبول والاورقان هذا الجوج الذي يجب أن تحويل الفيكوندات الفيكوندات تسبب من فرمال في الدخل الفرو يمكن أن تطيح أو تزرع يمكن أن تقوم بشجرة جديدة وكذلك تبدأ تدور دورة الحياة إذا وصلنا للغو بردكسيون سيكسي وشيلي بلونت الصنفلو المترجم التي قمنا قبل هي النباتات الزهرية سوف نرى النباتات الزهرية في الفيديو الجديد إن شاء الله السلام عليكم